موسيقى مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان مرحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف كالعادة لسه متواصلين الحديث عن الكرة العالمية ما فيه شك طبعا بعد التوقف الدولي كل المنتخبات على مستوى العالم بتلعت مباريات سواء مباريات على شكل ودي أو من خلال دوري الأمم الأوروبية اللي الحقيقة اتكلمنا عليه يمكن الأسبوع اللي فات النهاردة هنتابع حديثنا عن دوري الأمم الأوروبية من مفاجآت كثيرة جدا جدا النهاردة مشرفنا محمود شاكر حيكون معانا ونتكلم معا عن المفاجآت الكثيرة اللي حصلت في المباريات اللي فاتت على مستوى ألمانيا على مستوى انجلترا على مستوى فرنسا كلها أسماء من المنتخبات التئيلة يعني حضراتكم عارفين وحنعرف تفاصيل البطولة ما عندها طبعا دوري المجموعات النهاردة وبكرة هيتلعب الجولة السادة والأخيرة في دور المجموعات من البطولة هيكون لنا كمان حديث طويل النهاردة عن ترتيب المجموعة نتائج زي ما بقول لحضراتكم نتائج مخيبة للأمال لمنتخبات كبيرة منتخبات بتستعدي بشكل قوي جدا لكأس العالم خلاص أهل من شهرين بعض المدربين يعني على مستوى المنتخبات الكبيرة زي انجلترا عليهم منتقادات كثيرة جدا 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 حتى المنتخب الألماني كمان يمكن كان عنده نتائج مخيبة لهذه الجولة هنعرف كل دمع حضراتكم دوري الأمم الأوروبية بالتفصيل إن شاء الله في حلقتنا لكن خلونا قبل ما نتكلم عن هذه التفاصيل حاجة اتكلم على النادي الآلي نادينا العظيم الذي يمكن كسب المباراة الودية الثانية أمام أسوان كسب 2-1 ومن خلال المباراة دي تابلها بترو جيد طبعا كولر المدير الفني الجديد للنادي الآلي بيقف على القدرات سواء القدرات الفنية أو القدرات البدنية للعيبة قبل المباراة طبعا هي الأهم في مشوار النادي الآلي بداية المشوار الأفريق إن شاء الله بانتظرنا ممرأة مع اتحاد المنستيري التونسي طبعا زي ما بقول فريق لا بأس به فريق يمكن أنهى الدوري التونسي في المركز التاني يمكن بفارق نقطتين عن الرجاء وبالتالي مباراة قوية جدا جدا اللي خلاص تم تحديد معادها إن شاء الله يوم 9 أكتوبر اللي جاي فبقى على الترجي مش على الرجاء فعلا بيصبحوا لي المعلومة لكن زي ما بقول لحضراتكم فريق لا يستهان به المباراة الأولى إن شاء الله هتكون يوم الحد 9 أكتوبر بإذن الله بداية مشوار مهم للنادي الأهلي برئاسة طبعا إدارة فنية جديدة وكلنا تموحات سبقات جديدة إن شاء الله تكون بداية وانطلاقة جيدة لفريق النادي الأهلي كمان بنهني المهندس عدل القيعي المهندس عدل القيعي بعد توليه طبعا رئاسة شركة كرة القدم في النادي الأهلي ومعافل عضوية طبعا خالد عبدالقادر والمهندس أحمد حسام عود وده حيكون إن شاء الله المجلس الجديد للشركة اللي تم اختياره النهاردة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة كل التوفيق للمهندس عدل القيعي غني عن التعريف طبعا المهندس عدل القيعي قامة كبيرة جدا جدا خبرات على مستوى السنين طويلة في خدمة النادي الأهلي مع أعضاء صغيرين في السن كلهم عندهم طموح وعندهم شغف إن شاء الله تكون مسيرة جديدة بشكل جديد لشركة النادي الأهلي تكون إن شاء الله قادرة على تحقيق وأمنيات كل جماهير النادي الأهلي كمان عايز أتكلم حضراتكم قبل ما نخش في حلقتنا كمان وملفاتها حابة أتكلم كمان عن منتخب مصر منتخب مصر في رحلته الجديدة مع البرتغالي روي فيتوريا المباراة التانية المهمة اللي هيخدها منتخبنا بكرة إن شاء الله أمام منتخب اللايبيريا طبعا على المستوى الودي طبعا بعد الفوز في مباراة طبعا الأولى أمام منتخب النايجر بسلاسية نظيفة يوم الجمعة اللي فاتت زي ما حضراتكم وتابعتوا المباراة محمد صلاح نجمينا الكبير بيسجل هدفين ولعبنا المحترف في فرنسا مصطفى محمد بيحرز هدف طبعا المحترف في نانت الفرنسي خلينا نتكلم بعض الناس يتكلمت بعض المباراة عن شكل المنتخب عن أداء المنتخب وتطرقت لنقطة مهمة يعني بيقولوا هو المغرب مثلا بيلاعب تشيلي أو منتخبات أفريقية غانا بيلاعب البرازيل واحنا بيلاعب منتخبات من الصف الثاني أو الصف الثالث ما عايز أقول لحضراتكم ده يمكن في المراحل الأولى خاصة مدير فني جديد اللعيبة راجعة من أجازات كل التجمع دوت كان مهم جدا نلعب مباراة على المستوى دوت عندنا مباراة مهمة جدا على مستوى التوب تيم أو الليفل تيم أمام المنتخب البلجيكي في نوفمبر إن شاء الله لكن خلينا نتكلم كانت بداية جيدة على المستوى النتيجة خلينا نتكلم على مستوى الأداء في بعض فترات المباراة في عناصر جديدة دخلت المنتخب يعني لازم تاخد وقتها والمدير الفني لازم ياخد وقته شوية علشان يعرف قدرات وإمكانيات كل اللعيبة بشكل كبير اللي فرحنا كمان محمد صلاح محمد صلاح بيحرز طبعا هدفين ممكن جدا في مشوار طبعا يعني أكيد على مستوى محمد صلاح كلنا يعني بنتابع ليبربول وبنشوف يمكن خيبة أمل كبيرة جدا في ليبربول ولكن كان مهم جدا للعيبة الدولية دي يا إما هي جزئين يا إما المنتخب بيرجعه تاني لأجواء والتهديف وبيرجع ثقته في نفسه مرة تانية يا إما لو مش ماشي معاه في المنتخب بيرجع النادي ويحاول يقدي بشكل جيد وياخد السقة تاني كان مهم جدا إحراز محمد صلاح لهدفين بيزيد من رصيده الدولي على مستوى التهديف حضراتكم عارفين أنه كمان كان مهم أنه نلعب مباريات بشكل دولي التوقف الفيفا ديت يمكن من سنتين كان عندنا بعض المشاكل أنه نحن ما بنلعبش مباريات ودية في الفيفا ديت مما أدى طبعا إن إحنا بنتراجع حتى في مستوى الترتيب أو التصنيف على مستوى الأفريقي بشكل كبير كل مباراة ده اللي هي بتلعبها أي كان المنافس بتكسب فيها ده بيدفلق بعض النقاط على مستوى التصنيف وده برضو شيء مهم يعني شيء مهم جدا عملية وضع منتخب مصر على مستوى التصنيف الأفريقي أو حتى على مستوى التصنيف العالمي بكرا إن شاء الله بينتظرنا مباراة مع منتخب ليبريا تجربة جديدة تجربة إن شاء الله تكون تجربة موفقة فيتوريا أكيد حيكون فيه تغيير في موضوع التشكيل بداية من تشكيل بداية المباراة مع التغييرات حضراتكم عارفين كمان إن غادر المعاصكر محمد صلاح ومصطفى محمد ده بالاتفاق مع فيتوريا إنه هيلعب مباراة أو جزء حتى من مباراة مصطفى محمد يمكن بيشارك بشكل مش أساسي مع فريق نانتو لكن محمد صلاح بيغادر هو مصطفى محمد وطبعا هيسفروا ويرجعوا للانضمام إلى فرقهم بعد طبعا انتهاء الأجندة الدولية كل التوفيق إن شاء الله لمنتخب مصر كل التوفيق لبيتوريا والجهاز الفني ومشوار جديد بإذن الله يطوج بالنجاح لمنتخبنا القوم طيب ده على مستوى الأخبار خلينا قبل ما نشوف الصحف العالمية قالت إيه في المحترف كالعادة بعض الأخبار السريعة أولها إن رابطة الليجا الأسفنية بتحدد معاد الكلاسيكو ومن واضح كده الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة سيعود للأضواء مرة تانية والمشوار الكبير اللي بيعملوا برشلونة وإداءه مع تشافي رابطة الأندية أو رابطة الليجا الأسفنية حددت إقامة مبارات ريال مدريد وبرشلونة في منافسات الجولة التسعة من الدوري الإنجليزي وقررت إقامة المباراة يوم 16 أكتوبر المباراة إن شاء الله هتكون الساعة 4 وربع بتوقيت القاهرة إن شاء الله المباراة زي ما حضراتكم عارفين على سانتياجو برنيابيو ده طبعا معقل لرناد الملكي اللي طبعا ريال مدريد بيتصدر الدوري الأسباني في المركز الأول بـ 18 نقطة بيليل الفريق الكتالوني في المركز الثاني بـ 16 نقطة برشلونة الحقيقة في المباراة دي يمكن هيفقد مجهود طبعا نجم الدفاع أو صنائي الدفاع كوندي اللي يصيب مع المنتخب الفرنسي وأروخه أيضا عنده إصابة مباراة القمة مش هكونوا موجودين أمام ريال مدريد لكن أكيد هيستعيد ريال مدريد خدمات ومجهودات الرأس الحرب العالمي كريم بن زمة عقل طبعا التوقف الدولي وطبعا هو ماشى على نظام علاجي يمكن إصابة كانت بسيطة ولكن كل المؤشرات بتقول أنه سيعود مرة تانية لصفوف الملكي بعد الأجندة الدولية طيب خبر تاني معنا ميسي ومبين قوسين بيقول ليس دائما يفوز الأفضل ميسي قال كده إمتى؟ طبعا نجم باريس سان جرمان ومنتخب الأرجنتيني تكلم عن التحديات اللي تنتظره خلال الموسم واللي طبعا في مقدمتها قال الفوز مع باريس سان جرمان بدور الأبطال ده طبعا كلام ميسي أنه عنده دور الأبطال مهم جدا جدا على مستوى طبعا باريس سان جرمان وقال ميسي أنه موسم استثنائي لأن كان كاس العالم كمان سيقام في الشتاء لكن دور الأبطال مسبقة صعبة ودايما بيقول أو هو بيقول الأفضل لا يفوز دائما باللقب التفاصيل مهمة وخطأ واحد قد يكلفك الخروج حديث ميسي عن منتخب الأرجنتين علق وقال جاهزين لمواجهة أي منافس الجهاز الفني يعمل بجدية لفرض أسلوبه مهما كان الخصم وكاس العالم بطولة صعبة تفاصيل صغيرة ممكن تؤدي أيضا إلى الخروج لكن هذا المنتخب جاهز للمنافسة وسيقاتل بقوة في كاس العالم تابع كمان قال كاس العالم 2018 يمكن زاد الحديث عن سهولة مجموعة الأرجنتين لكن الأمور لم تكن كذلك يعني تعادلنا في أول مباراة وخسرنا أمام كرواتيا وكان علينا القتال أمام نيجيريا لتجاوز هذه المجموعة كمان ميسي أضاف أن الفوز طبعا بكوب أمريكا الموسم أو العام الماضي لحظة تاريخية بالنسبة له لحظة رائعة وقال إن الانتصار بيغير كل شيء يجعل الأمور تسير على ما يرام ومنتخبنا قدم أداء أكتر من رائع في النسخة السابقة بكاس العالم وكوب أمريكا لكن الفارق إن هذا الجيل حلفه الحظ في التدويج بلقب واحد وهي لحظة استثنائية له بعد محققت تقريبا كل شيء مع برشلونة وتعرضت الانتقادات شديدة جدا على مستوى المنتخب القوم طبعا ميسي بيعقول كثيرا جدا جدا على بطول كاس العالم يعني ميسي أعتقد لو فازت الأرجاطين بكاس العالم أعتقد ميسي هيكون حقق كل شيء على مستوى الأندية على مستوى المنتخب وهو بيقول وملاحظ دوت إن كان فيه انتقادات كثيرة جدا عن ميسي قبل الفوز بكوب أمريكا إنه بيقدي بشكل جيد مع الأندية ولكن على مستوى المنتخب الأرجنتيني لم يفوز بأي بطولة لكن كوب أمريكا أكيد كان شيء رائع واستثنائي زي ما بيقول لميسي ولكن يبقى كاس العالم والفوز بكاس العالم هو يمكن الكاسة الوحيدة الذي لا يفوز بها ميسي ويعني في انتظار أقل من شهرين عشان نشوف المنتخب الأرجنتيني وميسي في كاس العالم طيب خبر أخير ريال مدريد يقترب من خطف بلينجهام بلينجهام طبعا المدافع وسط الملعب طبعا لاعب بروسيا دورتموند ريال مدريد في انتظاره وفي انتظار طبعا هو كان قدم عرض فيه الموسم السيفي لكن يعني تمسك به بروسيا دورتموند زي ما حضراتكم عارفين كشف التقارير ان ريال مدريد بدأ الاتصال مع بلينجهام فيه عشرين اتنين وعشرين قصفقة بديلة حال فشل طبعا الفريق الملكي في ضم تشواميني لكن ورغم نجاح الريال في ضم تشواميني ان ريال مدريد لازال مستمر لم يقطع الاتصالات مع بلينجهام وطلب بعدم تجديد عقده مع دورتموند ان هم بيخططوا لانتقال هذا اللاعب بشكل كبير جدا جدا لريال مدريد ويمكن بعض التقارير اوضحة ان بلينجهام حيوفي بكلمته مع ريال مدريد رغم الدغوط الكبيرة اللي بيتعرض لها من دورتموند والعروض كمان عنده عروض كثيرة جدا جدا من انداءة كبيرة في الدوري الانجليزي الممتاز على رأسال مان سيتي والمان يونيتد وارسنال والشيلسي ولكن اعتقد انه هو في طريقه الى الريال الملكي دورتموند طبعا كمان زي ما بقول لحضراتكم ان العلاقة الجيدة ما بين ريال مدريد الناس بتقارير بتقول ان فيه علاقة جيدة ما بين الريال ودورتموند هي اللي ممكن تحسم هذه الصفقة لصالح الريال عندنا يمكن اخبار كثيرة جدا لكن خلينا نقول على مدار حلقتنا ان شاء الله دفنا النهاردة هيكون محمود شاكر هنتابع من خلال لقاءنا معاه يعني ملفاتنا الكثيرة وخاصة الفره الكبيرة زي ما بقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل في انجلترا فيه طبعا لسه فيه المانيا في ايه اللي بيحصل فيها فرنسا كمان ايه اللي بيحصل فيها هل ساوز جيت المدير الفني للمنتخب الانجليزي هتكون اخر محطاته هو كاس العالم ده اللي هنتابعه مع محمود شاكر لكن خلينا كمان نتعرف على الصحف العالمية قالت ايه في المحترف يلا نبدأ من انجلترا وصحيفة ديلي ستار والعنوان يقول ينتهي في كاس العالم زي ما بقول لحضراتكم ديه في اشارة للمدرب جاريس ساوز جيت مدرب المنتخب للانجليزي اللي قالت انه عارف انه طبعا انه بيمهد لاقالته في اي وقت عقب المونديال حال فشله في مهمته المطلوبة في كاس العالم صحيفة ديلي اكسبريس الانجليزية جاءت عنوان بتقول فيه ساوز جيت اقالة مطروحة على الطاولة طبعا كل الاخبار الانجليزية حول هذا المدرب موضحة طبعا الصحيفة وضعت ان المدرب حيتم اقالته حال فشل واكيد فيه مهمته في كاس العالم وان العقد الحالي لا يحميه من الاقالة من منصبه طيب نروح لاسبانيا فاسبانيا نبدأ بصحيفة سبورت سبورت الاسبانية اللي كان عنوانها انسفاتي الحقيقة الكاملة الصحيفة قالت ان فاتي بيقوم بعمل بعمل محدد للعودة المستوى كما بيشعر بينه بيلعب افضل كمهاجم من كونه لاعب جناح وان تشافي يعتقد ان عودته ان شاء الله اقتربت بشكل كبير وان اللاعب بيفعل ما بيوصعه من اجل العودة السريعة صحيفة موندو دي بوتريبو الاسبانية جاء غلفها للنجمة برناندو سيلفا لعب المان سيتي الانجليزي وقالت نعم او نعم طبعا وضحت كمان منذ ان صفقة انتقال برناندو سيلفا الى برشلونة ما زالت متقبة ولا زال العناصر المفقودة في تشكيل تشافي هو برناندو سيلفا دي كانت الاخبار الصحافة العالمية زي ما بقول لحضراتكم لسا عندنا ملفات كثيرة في المحترف نطلع لفاصل بعد الفاصل نستقبل ضفنا النهاردة محمود شاكر والحديث في المحترف اهلا بحضراتكم مرة تانية بنرحب بدفنا النهاردة في المحترف طبعا النقد الرياضي المتميز محمود شاكر عشان ننقشه نشوف كمان افكار ونشوف تحليلاته بالنسبة لبطولة دور الامم الاوروبية لان الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم فيه تناقض كبير جدا على مستوى النتائج على مستوى المنتخبات الكبيرة هنقش كل دمع نجمينا محمود شاكر محمود مساء الفل عليك مساء الفل عليك كابتنين ربنا خليك كابتنين مساء الفل علي جميع السادة ومشاهدين مشاهدين قناتنا دي الاهل في كل حتى بطولة الامم الاوروبية انت بطولة شايفها ازاي هل بعض الناس بتشوفها والمدربين انها بطولة هامشية هل بتشوف ان البطولة ديت لبعض الاندية او بعض المنتخبات اسف تأهيل لكاس العالم او تجارب لكاس العالم عايزك تقول لي تقييمك لغاية دلوقتي لهذه البطولة بعد خلاص اعتقد النهاردة وبكرة يكون الجولة الستة والجولة الاخيرة من دور المجموعة هي لها نظام كده غريب كابتن هاني خلينا متأكدين وعارفين ان وننتفق ان الاتحاد الاوروبي هو اكتر اتحاد قاري في العالم بيقدر ان هو يجيب فلوس ويقدر يعمل فلوس باستغلال الموارد اللي موجودة عنده سواء موارد بشرية كالعيبة كرة ومدربين وجماهير او سواء كموارد المادية كمثلا الملاعب وكلام ده كله مفيش بطولة قوية للمنتخبات اكيد في اوروبا غير اليورو واكيد برضو في نفس الكلام البطولات الاندية تشامبينزيج والاوروباليج فمفيش غير التصفيات بتاعت كاس العالم تصفيات كاس اوروبا فهم قالوا احنا ممكن نستغل القصة دي ونحن نعمل بطولة دولة الاموروبية ونقسمها كاتيجوريز بحيث الكاتيجوري الاولاني يبقى الرانكينج بتاعه من رقم واحد لستاشر بيقسمه اربع وهاكذا لغاية المجموعات التانية البطولة اكيد ما بتحضاش بنفس الاهمية بتاعت اليورو او بتاعت البطولات الاندية ولكن هي زي ما قلنا كده كابتن بسبب طبعا تقارب في اوروبا الدول كلها جمع بعض وصولة السفر وكلام ده كله زائد ان صولة المباريات وكلام ده كله وصولت ان الناس دي تعمل البطولة دي ولكن حتى لما نيجي نبص على اللعيبة نيجي نبص على المدربين نيجي نبص على الناس اللي بتتكلم عن شغافهم او دوافعهم من هما يكسبوا البطولة مفيش شغف كبير او مفيش دوافع كبير حتى كابتن المتابعة كمان للبطولة مش المتابعة طبعا اللي موجودة لليورو ولكن هما شافوا ان بدل ما نعمل اجندة دولية في المبارات الودية لأحنا ممكن نعمل بطولة رسمية شبه بطولة ودية ونشوف فيها منتخبات كبيرة بتلاعب بعض زي ما قلت كابتن ان هما قسموا الموضوع كاتيجريز وفي نفس الوقت شوفوا مبارات قوية زي حاجة كشبه دوري السوبر اللي هما كانوا عاوزين نعملون ممكن جدا كمان الفكرة ان احنا ندخل بعض المنتخبات اللي مستوى خامس وسادس مش موجودة اصلا او ما كانتش موجودة على الخريطة الناس تبدأ تبحق ويديها فرص كمان للزهور فيه فرق كبيرة طبعا انجلترا فرنسا المانيا لكن كمان فيه فرق على مستوى الليفل خمسة وستة بدأوا يظهروا يمكن بعضهم ظهر بشكل اللي بأس بي اكيد وفيه فرق كتير تأهلت للدور اللي بعده ولكن كابتن احنا برضو مبسوطين يعني بنشوف موضوع انجلترا ألمانيا بنشوف فرنسا ودنمارك بنشوف مبارات كبيرة ولسه حتى التوقف الدولي ده كان فيه مبارات كتيرة جدا ولكن حسن بشكل كبير مجموعتين من الاربعة فيه مبارات فيه نهاردة ماتش جامد جدا ما بين انجلترا وألمانيا طبعا الصدام التاريخي والكلاسيك والتاريخي ما بينهم المهمة الاثنين ولكن زي ما انا بقول لحضرها كابتن القصة كلها ماشي مبارات كويسة ومبارات فيها ندية ولكن الاهتمام على الصعيد اللعيبة وصعيد مديرين فنيين هم شايفين انها تجهيز اكتر لبطولة كاس العالم وهي افضل من المبارات الاندية ده يخلينا نروح للسؤال او ده كانت اجابة سؤال اللي قدت اسأله لك هل النتائج المخيبة للفرق الكبيرة وخاصة نتكلم على فرق زي فرنسا او فرق زي انجلترا حتى ألمانيا في الجولة الاخيرة هل السبب اللي انت بتتكلم عليه ده وهو مفيش الدوافع الكبيرة انه يلعب بقوة او يكون يزهر بمستوى الكبير مع العلم انه ممكن جدا تكون ديت بالنسبة لبعض المنضربين ساوس جدا على سبيل المثال خلاص يعني كل الناس بتتكلم انه هو مش هيكون موجود في انجلترا بعد كاس العالم بالزبط كده لا هو كابتن المبارات كلها زي ما احنا شفنا شفنا ألمانيا وشفنا انجلترا وشفنا الفرق الكبيرة بتمر بمشاكل كتيرة جدا النتائج كانت مفاجأة يعني لما المجر تكسب انجلترا 4-0 في ومبل دي كانت مفاجأة كبيرة جدا لما نشوف ان فرنسا بتخسر من كرواتيا ونشوف فرنسا بتخسر من الدنمارك نشوف انا وانت والسادة مشاهدين كمان عشان نتابع نتائج الجولة الخامسة حضراتكم عارفين يمكن هو دور المجموعات ينتهي بست جولات النهاردة وبكرا ان شاء الله تنتهي الجولة الستة لكن كمان نشوف ونتابع مع حضراتكم عشان كمان السادة مشاهدين يتابعونا نتائج الجولة الخامسة من هذه البطولة وزا انت ما بتقول محمود بعض المنتخبات يعني بتعاني بشكل أو بآخر وخاصة منتخب الإنجليزي خلاص انت شايف ان ساوز جيت على مستوى الإدارة الفنية للإنجلترا قدم كل ما لديه هل الراجل مظلوم في هذا الجيل هل إمكانياته الفنية ده أقصاها أم اختياراته لبعض اللاعبين خاصة على مستوى الدفاعي سبب فيما يظهر فيه المنتخب الإنجليزي أكيد يا كابتن ساوز جيت من قام كسر عالم 2018 انجلترا خدت رابع كسر عالم ولكن هي بالسكواد وبالفريق اللي كان موجود كانت ممكن تروح أبعد من كده خسرت السيمي فاينال وخسرت مر حتى كمان المركز الثالث وبقت خدت المركز الرابع فيه 2018 ولكن ساوز جيت ما كانش بيقدم أداء قوي أو أداء جميل للمنتخب الإنجليزي وشوفنا بقى كابتن بداية من دور أمور أوروبية ما كسبوش ولا مباراة طبعا كل اللي زي ما بقولك يعني على مستوى المنتخبات الكبيرة نتكلم على كرواتيا فازت على النمسا 3-1 وبقية الفرقة الصغيرة يعني بتحاول بقدر أنها تظهر بشكل جيد لكن دايما الفرقة الكبيرة بتحقق نتائج جيدة الدنمارك كمان فرق من المنتخبات الرائعة جدا جدا عامل شغل هايد ومنتخب رهيب بيفوز على طبعا أركس مفاجأة سنة دي يا كابتن هاني بصراحة في مانشستر وفي الدنمارك بيفوز 2-0 ولندا كمان كانت مباراة قوية جدا انتطلقت على المباراة دي تأهلت ولندا 1-0 ولندا تأهلت ويلز بيخسر من ولندا 1-0 جزر فارو بتفوز على تركيا دي كانت طبعا من النتائج المفاجأة تركيا ماشي بشكل كويس حتى لوكسنبورغ كسب ليتوانيا 1-0 فتكلم عن الدنمارك الدنمارك عامل المباراة قوية جدا انفرقت على المباراة أمام منتخب الفرنسي كمان تابعتها لا منتخب قوي جدا جدا وانت بتقول لأيريكس ايريكس طبعا أنا عشان اتحداك عارف منشستر بعد يفاقة من الموت بيرجع بكوه الرجل بيلعب في البيك بتاعته مع انه هو رجع من إصابة كبيرة جدا 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 كان هيفارق فيها الحياة فعلا زي ما بيقوله وراجل خلاص كان بيموت في الملعب ورجع تاني وشفنا عمل انتفاضة في منشستر ينايتد وهو كان سبب من أسباب الالترنج بوينت على منشستر ينايتد من أول ماتشين في السيزون نفس الكلام لما نشوفه مع منتخب الدنمارك هو المحرك الرئيسي اللي منتخب الدنمارك بس أنا عاوز أرجع برضا ركبتل لساوس جيت هم كنا بنتكلم عنه هنرجع مع ساوس جيت أنا وانت عشان هنتكلم على مباراة إيطاليا وإنجلترا نركز على مباراة إنجلترا وإيطاليا اللي المنتخب الإيطالي فاز فيها واحد سفر ونتكلم على الانتقادات الكثيرة على مستوى الصحافة الإنجليزية لساوس جيت وانه بعض الصحف قالت حتى لو كان العقد بيحميك انك تقعد لكن مهمتك ستنتهي بعد كاس العالم بزبط طبعا عارف كابتن إعلام الإنجليزي ما بيسميشه بيتبح بيتبح أي حد عندهم عنصرية كبيرة جدا للعيبة بتاعتهم بيصياتوا في اللعيبة بتاعتهم جامد بنشوف اللعيبة كتير قوي في إنجلترا بتتبع بأرقام مهولة هو ده الإعلام الإنجليزي ولكن في نفس الوقت هم عندهم عنصرية كبيرة جدا لتيشرت المنتخب وطبعا عارفين الجمهير بتاعتهم متعصابة إزاي والكلام ده كله ولكن ساوس جيت ما ينفعش فريق بحجم قوة إنجلترا وبحجم اللعيبة اللي موجودة في إنجلترا وبحجم قوة الدوري الإنجليزي وبحجم السكواد اللي موجود ده والراجل يخسر وما يكسبش ولا مباراة في دورة أموروبي يعني خمس مطشط لعيبهم ما يكسبش ولا مباراة طبعا دي مشكلة كبيرة جدا لساوس جيت وعلى فكرة يا كابتن الإعلام كان بيهاجم ساوس جيت من أيام كاس عالم 2018 إن هم شايفين إنجلترا من بعد 66 ما رحتش بعيد في كاس العالم ولكن كان قريب إنه يروح في فاينال ويقدر يكسب كاس العالم بس النتائج ما كانتش وحشة يعني الأداء فيه اهتزاز لكن وصل بقى رابع العالم وحتى في اليورو بساكافة كنت شاف إنه ممكن يعمل حسن من كده يعني هو كان ممكن يروح أكتر من كده منتخب إنجلترا قوي جدا كابتن احنا نبص مباراة برضو برضو بيلعبوا ماجواير أنا معرفش إيه خصة ماجواير برضو بلسه برضو بيلعب بيهو بيلعب طريقته 3-4 3-4-2 بالزبط برضو ماجواير أنا بيلعب ومبتدي وكان شفت يعني حتى الهائي لايتس كم فيه ماجواير في كذا كورة لعيب أقصر منه بيطلع ينط ويعمل الجومب ويأخدها منه بس المشكلة بتاعة إنجلترا بتاعة ساوس جيد بالنسبة لي عدم ثبات التشكيل على المستوى الفريق ككل ولكنت بتكلم على خط هجومي رائع يعني بتكلم على فودين هاريكين وعندك ستيرلينج وعندك أرنولد وعندك ساكا وعندك جيمس وعندك فيليبس في نص الملعب فيه لعيبة كتيرة جدا 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 ولكن التوليفة لحد دلوقتي مش قادر تزبط معين الراجل في اليورو كان عامل أداء كويس وكان قريب جدا من المكسب لولا ضربات الجزاء اللي خسروها ولكن أعتقد أن ساوس جيد بعد كسة العالم هيمشي بشكل كبير جدا وما أعتقدش أنه ممكن يعني لازم يعمل لازم يعمل معجزة بقى يوصل النهائي بس يا كابتن السكوات تقيل جدا أنا فعلا أنا مستغرب إزاي بالسكوات ده إنجلترا بتقدم الأداء الوحش ده هتقول لي طب ماحنا ممكن نكون عشان دوري الأمة أوروبية وتكلمنا عن الاهتمام وما فيش الناس كلها مهتمة واللعيبة ولكن يا كابتن كسر العالم بعد خمسة وخمسين يوم بالزبط أو سبعة وخمسين يوم يعني خلاص أهل من شهرين صحيح عفوا فأهل من شهرين خلي الناس تقلق بشكل أو باخر طبعا أنا كابتن ما خلاص يعني إحنا دلوقتي ما كنشوف كسر العالم لما كان بيتعمل في الوقت بتاعه العادي اللي هو في الصيف كنا بنشوف إن هو قبل كسر العالم بشهرين بيتخش في المعسكرة بيلعبوا ممبرات ودية كتير جدا فهي بتعتبر دلوقتي فترة تحضيرية لما قبل كسر العالم لأن ما فيش توقفات تانية أعتقد فيه توقف بس مرة تانية قبل كسر العالم فالموضوع هي بصعب جدا سنة بتكلم على SQ8 رائع 6 مراعب انت كنت بتكلم على مشكلته في عدم ثبات التشكيل بالزبط كده انت شايف مشاكل المنتقب الإنجليزي على المستوى الدفاعي كفريق ما بتكلمش على ماجوير بسفا خاصة هل المستوى الدفاعي هل حتى نسبة التهديف قليلة رغم وجود كل اللعبة على مستوى مستوى تهديفي رائع يعني هاركين دايما في هده في الدور الإنجليزي بتتكلم على فودم بتتكلم على ستيرلينغ يعني كلهم عندهم رغبة تهدفية وقدرة تهدفية والعيبة كبيرة انت شايف ايه المشكلة في المنطقة بالانجليزي هو عدم سباة التشكيل وانا بحس انه عنده مشكلة في قط اللبس دايما انه فيه ناس بيخافي قاعدة وناس بينفعي قاعدة وده ظهر بشكل كبير جدا يعني انت مشكلة داتي عندك على الجانب مثلا ايمن هتلاعب مثلا ارنولد ولا هتلاعب مثلا جيمسون دي قصة كبيرة عنده في نفس الكلام قدام مفيش خلاف على هريكين ولكن هنبص عندك فودن وعندك ساكا وعندك ستيرلينج وعندك سانشو وانت عاوز تلاعب اتنين من اربعة وتبص على اربعة دول في الفرقة هما تلاقي كل واحد هو رقم واحد في الفرقة ورقم اتنين في الفرقة المفروض دي تبقى ميزة بالنسبة له ومحمود بس يا كابتن هو انا مش شايف انه عنده اي مرونة تكتيكية شفت ان انجلترا حتى في 2018 راحت لبعيد في كاس العالم بسبب ان كان فيه توفيه بس وهريكين كان بيلعب واحدة من افضل بطولاته ولكن زي ما بقول لحضرتك انا شايف المشكلة فهو في عدم سبات التشكيل وعدم وجود هوية لانجلترا الفترة اللي فاتت ما ينفعش ساوس جيت خمس مباريات ما يكسبش ولا مباراة فدي طبعا كارثة كبيرة جدا طبعا المستوى الاخر المنتخب الايطالي بالرغم عدم وصوله لكاس العالم بيفوز هل انت شايف بداية عهد جديد طبعا منشيني بعد الخروج من كاس العالم طبعا الاتحاد الايطالي تمسك بيك على الادارة الفنية وبيعمل زي ما بيقول بيعمل مشروع لمنتخب واحد حزينة يا كابتن انت ما تشوفش ايطاليا لمدة 8 سنين في كاسة ما تشوفش ايطاليا مرتين في كاسة العالم حاجة تزعل بشكل كبير جدا الادزوري او عشاق قدير جدا في العالم بيحبوا المنتخب الايطالي منشيني بيعمل مشروع هما صابرين عليه ومنشيني طبعا مدرب كبير وسيفي كبير وبطولاته تتكلم عن نفسها ولكن انا بشوف ان المشكلة دلوقتي يا كابتن في ايطاليا احنا لو بصنا مسلا على ايطاليا لما اخدت 2006 تشوف الاسامي اللي كانت موجودة ديل بيرو وتوتي وكل من اول بوفون وعندك كانفارو وكل الناس اللي ممكن تتخذها ده تتبص على ايطاليا مين هو اللعيب السوبر اللي موجود في ايطاليا مش هتلاقي يا كابتن لعيب معاك معاك بس كل ده الفكرة دي تغيرت لما شوفنا المنتخب الاطالي في اليورو وفاز باليورو وكلنا كنا بنشيد بمنشيني وبنشيد ان خلاص المنتخب الاطالي ما بقاش زي بنتقول النجوم النجم الاوحد كان فيه نجوم ولكن تيمورك هو اللي كان بيسود في اليورو اللي فاتت وكلنا بنتكلم على منشيني وقد ايه عامل المتشاط اكتر من رائعة وفاز ببطولة كبيرة صدمة كاس العالم عدم الوصول وخاصة على مكدونيا فريق من المستوى الثالث او الرابع كانت تقريبة جدا ويخرج منتخب الاطالي هم شاطوا كورا كابتون الماتشن بالترابة هاجم ومكدونيا بالدفع وكابتون جاء فوق توقيت قاتل يعني الراجل جاي بيشوت كورا من بره من تجد الجزاء بكل سولة تخش في دونوروما ودونوروما ليه مصائب كتيرة جدا يعني أنا بشوف ان ريمونتا دا مثلا يعني بعيد عن موضوع منتخبات باريس سان جرمان وريال مدريد السنة اللي فاتت لولا غلطت دونوروما في انه هو ادى الكورا ساعة لما يلعب الباص غلط لما تضغط عليه من كارير بنزيمة وتعاملت هي دي اللي قلبت المباراة دونوروما ليه اخطاء كارسية على قد ما هو ليه كور كتيرة جدا بيقدر يشيلها ولكن المنتخب الايطالي لسه شوية عليه مشروع مع منشيني اكيد هيفرق معهم بشكل كبير جدا اعتقد اليورو الجاي برضو ممكن يكونوا كومباتتر رئيسي للبطولة والكاس العلم الجاي نتمنى ان احنا نشوف ايطاليا تاني عشان مش هينفع اكتر من 8 سنين احنا ما نشوفش ايطاليا ولكن ايطاليا برضو يا كابتن لو احنا بنتكلم على دوري الامة والاوروبية هي برضو مش بتقدم الافضل حاجة يعني هي مش افضل حاجة وزي ما بقول لها حضرتك كابتن الاسامي زي ما بقول لها حضرتك هتفرق بشكل كبير جدا مع ايطاليا محتاجين نشوف اسامي كتير في المنتخب الايطالي فترة جاية حتى الدوري الايطاليا كابتن ما بقاش موجوء يعني ما بقاش بقوة الدوريات الاخرى بقاله سنين كتير يعني فهي دي مشكلة ايطاليا من بعد 2006 منشيني مشاكله ايه الفترة اللي جاية هل تجديد الدماء هيدفعه انه ياخد وقت شوية هل عدم ظهور نجوم كبارة على مستوى الدوري الايطالي يعني هو ده بيكون عنده مشكلة انت شايف مشكلة المنتخب الايطالي فين لغاية الوقت لغاية النقطة اللي احنا وقفين عندها اعتقد انه هو بس محتاج انه هو يلم تاني الفريق واعتمد اكتر على العناصر الشابة بعدما هو منديره مشروع مفيش اي ارتباطات رسمية للمنتخب الايطالي اللي باستثناء طبعا اليورو لسه كمان سنتين فهو عنده من الوقت كافي جدا انه هو يقدر يعمل فريق تاني جديد ان شاء الله للمنتخب الايطالي اللي وحشنا فعلا نشوفه في كاس العالم صحيح يمكن الارقام المباراة طبعا انجلترا وايطاليا يعني متقربة لحد كبير ولكن دايما دون روما كابتن كان من نجوم المبارادي دون روما كان من نجوم المبارادي كان فيه فعالية هجومية يعني واضح كان فيه فعالية خمستاشر محاولة على المرمى طبعا منها ستة ما بين القائمة العرضة بتتكلم برضو على سبع ايروكنيات بتتكلم على استحواز كان لصالح المنتخب الانجليزي حتى الاهداف المتوقعة خلال المباراة من خلال الفرص كانت واحدة زير واعلى للمنتخب نطلع من ده ان هو يعني الساوز جيت ممكن يكون مش حولك مظلوم ولكن سير المباراة قدى للنتيجة دية سير المباراة قدى للنتيجة دية واعتقد ان هو هيوصل للتوليفة الاساسية او الرئيسية اللي هو يقدر يبتدي بها كاس العالم قريب جدا 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 الموضوع برضو ما هواش صعب بس هو القصة زياني بقول لك كابتن هو التوليفة ان هو يحصل على التوليفة اللي تقدر ان هي تكون منتخب انجلترى رابع عالم اللي لعب فينال اليورو اللي عنده اقوى دوري في العالم اللي عنده اكتر لعيبة بتدفع فيها في العالم بس يا كابتن فيه كلام بيتقال يعني مثلا فيه ناس بتقول مثلا الدوري الانجليزي اللعيبة الانجليز فيه منهم كتير قوي بيتدفع فيهم فلوس كتير قوي بيروحوا اندية بفلوس كتير قوي بياخدوا مرتبات عالية جدا وكلام كتير يعني يعني فيكين مثلا لما لوك شو جي مثلا منشستر نويت مساو سامتون كان اغلى باكليفت وهو لا يستحق هذا المبلغ نفس الكلام هاري ماجوار نفس الكلام ستيرلينج لما مشي من ليفر بور راح منشستر سيتي جريليش ميت مليون فيه ناس كتير قوي ممكن يكون ده اللي بيأثر على منتخب انجليزي بس هم يشوف مثلا واحد زي هاري كين هو اللي يستحق انه يدفع فيه فلوس زي دي هاي فاهم وصدي فهو ده الموضوع كله بتاع منتخب انجلترا واعتقد يعني بشكل كبير ان منتخب انجلترا الفترة اللي جاية او بداية مع كاس العالم هو هيصل للتوليفة الرئاسية ولكن يعني التوقعات ما توصلش انهم ممكن يروحوا بعيد يعني في ظل ان المنتخبات التمانية الكبار اللي في العالم دوقتي بمستوى أقل من المتوسط امام فريق انا شايف انه فريق قوي جدا ليس من يعني في الليفل العالي بتكلم على منتخب المجر منتخب المجر بيقدم كورة جميلة جدا جدا ولكن ان شاء الله بعد الفاصل نطلع فاصل سريع ونرجع بقى نشوف كمان المانيا عدم السبات فيه طبعا وانتقادات كثيرة جدا على اداءه وعلى الجانب الاخر كمان نشوف المنتخب المجر اللي بيقدي مستويات اكتر من رائعة وفايز على ألمانيا واحد سفر بعد الفاصل اهلا بحضراتكم مرة تانية محمود كنا بنتكلم يمكن والفاصل شاكال كنا بنتكلم قدت يعني مستغرب جدا من الفريق المجري وبتقول لي المجر يعني ازاي المجر في مجموعة تضم ايطاليا والمانيا وانجلترا يكون تصدر المجموعة خلينا نتكلم على المنتخب الألماني قبل ما نروح للمجر انت شايف المنتخب الألماني ازاي مع طبعا هانس فليك المدير السابق للبايرن وشايف حتى على مستوى الأداء على مستوى اللعيبة شايف المنتخب الألماني ممكن يروح لفين سيبك من أمم أوروبا يمكن يروح فين في كسر عالم مفيش كابتن حد في الدنيا يقدر يجزي من منتخب ألماني مهما كان عنده مشاكل ومهما كانت نتائجه وحشة أنه مش مرشح من أول أربع مرشحين لللقب بتاع كسر عالم ألمانيا تظل ألمانيا هي من أقوى الفرق الأوروبية وطبعا تاريخها آخر عشر أو أربعتاشر سنة في البطولات يحكي عنها كاس أوروبا وكاس العالم وثالث عالم وحاجات كتيرة جدا مدرب لما شفناه يعني هانس فريك لما شفناه مع البايرن لا هو مدرب كبير جدا 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 مدرب مدرب مع البايرن عمل إنجازات كتيرة واخد شامبيونز ديج وفي نفس الكلام برضو هو كان مرشح وهو كان الإسم الأبرز أنه هو يمسك المنتخب الألماني ولكن أنا بشوف أنه هو عنده مشكلة كبيرة جدا دايما بتواجه وكان بتواجه في البايرن أنه هو عدم استغلال الفرص الكتيرة اللي بتيجي قدام الجون وكان في البايرن وكان عنده ليفندوفسكي ولكن المشكلة في المنتخب الألماني مع إن الأسامة كبيرة جدا جدا ولكن هناك مشكلة في الفرود مين الاثنين فراودة اللي بيالعبه؟ عندك يا تيمو بيرنر يا كاي هافردس الاثنين يا كابتن أرقامهم في الأندية مش أرقام كبيرة ومش الفراودة اللي يستطيع تشير منتخب ألماني فعllo وفي طريقة إنهما بيخلقوا فرص بيخلقو فرص كتيرة جدا 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 بيروح على الكور كتير جدا المباراة بتاعة المجر اللي فاتت دي يا كابتن لما خسر فيها واحد سفر يا المجر راحت بالزبط بكورتين أول كورة كانت كورتر كان فيه خطأ في التمركز من جانب المنتخب الألماني جاي جون طول المباراة ألمانيا بتهاجم وبتضعها كور بس درجة نومات شاطو عشر كور على جور أعتقد كمان الهدف من ضربة روكنية وضربة بردو في حتة غريبة فيها سئلة كلم على ألمانيا يا كابتن هاني وحضرك موجود انت شايف يا كابتن هاني هل عشان كنت تطلع حضرك قبل كده من الأسبوعين وكنا متحدد من كان في سكايب مستوضفين وكان بيتكلم وكان بيخبط بشكل كبير جدا في هانس فليك وشايف انه هو غير جدير بالمكان وكنا بنتكلم مع حضرك يا كابتن هاني يعني لا بص هو بص دايما دايما أنا طبعا أنا رؤيتي طبعا شايف ان هانس فليك مدربين الكبار جدا جدا وحيكون حيوعد فترات طويلة مع المنتخب الألماني يعني احنا بنتكلم دايما منتخب ألمانيا اعتقد 11 مدير فني في تاريخ المنتخب الألماني بيوجن لوف اعتقد قعد قعد من 2006 قعد 15 سنة تاريخ بعد كلينزمان قعد لغاية 2018 2017 يعني بتتكلم على عدد سنين بص هو ده ده شيء جيد الاستقرار على مدير فني للمنتخب الوطني لانه طبعا عارف وكلهم بيكونوا ألماني يعني ما بيجبوش مدرب يعني من برة ألماني فده شيء مميز جدا جدا وشيء جيد ان يكون عندك استراتيجي وعندك رؤية اتحادي الألماني دايما بيضع ثقة في المدير الفني للمنتخب بشكل أكتر من رائع هو تقريبا متحكم في كل حاجة متحكم في البلانينج انا عقدي مثلا لمدة 4 سنين هشتغل 4 سنين بهذا المنظر مش هيتغلب مرة فهيمشي أو يلعب وحش مرة فهيمشي أو الناس تتكلم عليه حتى على مستوى الصحافة الألمانية في احترام كبير للمدير الفني غير يعني مقارنة بين وبين ألمانيا انا بتكلم على الميديا ما بين وبين انجلترا اعتقد لا الأمور تختلف في دعم كبير فده ده سوبورت كويس لكن هو مدير فني عنده شخصية فهوية جدا انا معاك كابتناني في الصراحة انا اتوقع ان المنتخب الألماني كمان عنده عناصر على مستوى عالي جدا 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 كمان في جميع المراكز وبصراحة كابتناني يعني هو حتى كمان لما كان مع بايري ميونيخ هو اللي عمل الانتفاضة أو الصورة مرة أخرى في بايري ميونيخ بايري ميونيخ كان بقاله فترة 4 أو 5 سنين ما كانش على الساحة قوي بس هو لما لما مسك بايري ميونيخ وخدم عام تشامبيز ديك كاس عالم الاندية كان بيقدم بس يا كابتن برضو ارجع اقولك في مشكلة دايما يعني كان ماتش بايري ميونيخ وباريس سان جيرمان برضو كان نفس القصة سنة قبل اللي فاتت اللي هي لسنة الكورونا اللي كان فيها تشامبيز ديك بايري ميونيخ كان هانس فليك عمل تقريبا أكتر من 22 فرصة محقاقة على الجنو ولكن ما جابوش يجواني الماتش ده كان ليفاندوفس مصاب انا فاكرة ده كان ماتش العودة ليفاندوفس مصاب والملعب كان فاضي فهي دي الازمة طبعا فيه واجهة تشابهة كبير ما بين بايري ميونيخ وما بين ألمانيا ونفس القصة من الكلام عن ليفاندوفس كي بولندي وما بلعافش منتخب ألمانيا وهي دي داما لمشكلة كابتواج ألمانيا واعتقد هي مشكلة الفرود لترجمة الفرص الكتيرة جدا اللي منتخب ألمانيا بيدر عمير طول الجيم يا كابتن يعني هم ضغطين طول الجيم عاملين ضغط عكسي بياخدوا الكرة في التلت بتاع التلت الخصم وعلى طول ضغط وبيضاء أفرص كتير جدا هم محتاجين حد زي كلوزا كده رسلاف كلوزا اللي هو مش المهاري قوي بسترجة مانا اه لكن هو ثلاث فرص بيجيب جنين شور ممكن جدا المنتخب يمكن حتى فليك يسألون بارح في مؤتمر قالوا له يعني هل أنت من المدربين هتقعد فترات طويلة خمس أو ست أو عشر سنين زي لا فهو قال لا أنا ممكن أعود سنتين تلاتة أربعة ولكن أنا مش من المدربين اللي تقدر تقعد لفترات طويلة الفترات الطويلة ممكن تعمل شوية من الإجباع أنا بتكلم حتى على مستوى المنتخبات هل الأفقار خلاص بتكون وصلت لمرحلة مفيش تجديد الشكل بقى واحد ممكن ده ممكن ده اللي بيقصدوف لكن هو مش من المدربين اللي بتقعد لفترات طويلة في حتة واحدة أو في مكان واحد ممكن يكون طبعا سبب أنه كان بيمرن بايرم يونيخ وطبعا عارف طبعا الأندية كل يوم بفيه تمرين كل يوم تدريبات منافسات كتيرة جدا ماتشين تلاتة في الأسبوع مثلا حاجة عارف في أوروبا طبعا ضغط برد عادي ولكن طبعا في حاجة المنتخب التجمعات قليلة الشغل قليل فده ممكن واحد زي هانس فليك أكيد ممكن يصيبه بالملل يعني اللي هو الرجل أكيد عنده دوافع وعنده شغف أنه هو يعمل أكتر من كده فأعتقد ممكن تكون وجهة نظر ممكن يقعد سنتين بس أنا بتقالي هو لو عمل حاجة في اليورو أو عمل حاجة في كسر على ما يكمله وبعدين يكبت أنه هم في ميزة في ألمانيا يعني يعني ما نساش مثلا كلينزمن مثلا خسر خد تالت 2006 ممكن يكون يسيبوه يكمل فدي ميزة ألمانيا هو منتفقين على حاجة عقد أي أن كان أنت عملت إنجاز ما عملتش إنجاز ولكن أنت هتكمل معنا فيه بلان يعني فيه خطة فيه مشروع أه فيه بلان وهم كمان بيناقشوا ده من خلال الصحافة الألمانية أصل دايما كلمة مشروع الناس فتكر أن المشروع دوت ضمان للمكاسب أو ضمان للمكسب أو ضمان للبطولات وارد جدا أنك توصل لهدفك يعني كان عندهم مشروع من 2007 تقريبا من مشروع من هما حياخدوا كاس العالم وصلوا 2014 واخدوا كاس العالم فممكن جدا المشروع فيه ساعات الكيرف بيطلع وينزل فده مش معناه لو الكيرف نزل إننا غير الإدارة وغير الدنيا لا بيكون فيه يعني فيه عقلانية شوية في التصالح وهم كان يوم تأثير في كل البطولات اللي طلعبت آخر 12 سنة يعني في كل كاس عالم يعني من أول كاس عالم 2006 لما كانوا أغدين تالت مع كلينزمن وبعد كده خدوا برضو في اليورو وخدوا اليورو وخدوا كاس عالم فهم لا في آخر البطولات لا ألمانيا عملت عاجات كتيرة فحتى لو ألمانيا دلوقتي ما بتمرش بأفضل أداء لها بصا كابتن خياني اتفق إن الدوري الأم الأوروبية مش مقياس صحيح وأنا متأكد بكده حتى كابتن اللعيبة نفسها باين عليها وهي بتلعب أنا عندي تشامبيوز ليج وعندي دوريات بتاعتي وعندي كاس عالم كمان شهر ونص الالتحامات بيبان في الملعب في الالتحامات بيبان في يعني حتى على مستوى المدربين الوقفة بتختلف الجماهير في الملعب حتى بتختلف في تشجيحها فواضح زي ما أنت بتقول إن تأثير البطولة دي ممكن يتخل بشكل مش إيجابي أو طيب قبل ما نطلع على مباراة تانية خلينا نتكلم كمان عن المجر زي ما نتكلم المجر بيعمل مباراة أكتر من رائعة المجر متصدر مجموعة فيها ألمانيا وفيها إيطاليا يعني وفيها ألمانيا يعني هو المجر خلاص المباراة النهاردة دي أو مباراة بكرة أو صعد لا هو لسه ما صعدش لو تعادل لو تعادل هيصعد فيكابتن يعني أنت منتخيل إن المجر وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا الطبيعي الترتيب يبقى المجر آخر واحدة وقعا كان من التلاتة اللي فوق لا ده هي يا كابتن دعمت نتائج هاي يعني كسبت 4-0 إنجلترا في ويمبلي يعني ويمبلي ده قصلا استاد كبير قوي يعني واستاد مرعب لأي حد بلقى بإنجلترا تكسب 4-0 تكسب إيطاليا ويعمل مباراة هالا ما يتغلبش ولا ماتش فلا طبعا المجر وبيلعبه بأسلوب بلعبه ورده 3-4-3 أراضي هيكابتن كنت تعاوزة كابتن موضوع ده عليكم ألا حس أن كل الفرق الكبير أو معظم الفرق الكبير 3-4-3 يعني أنا الموضوع ده غريب يعني عندك كابتن إنجلترا وعندك إيطاليا وعندك هولندا ومن تاني إيطاليا وإنجلترا وهولندا وبرتغال بتلعب أربعة لا فيه فرق بتلعب فيه حتى على مستوى الأندية بس فيه يعني فيه مرحلة كده كانت 4-2-3-1 ظهرت وكان معظم المنتخبات أو معظم الأندية بتلعبها دلوقتي 3-4-3 بمشتقتها يعني ممكن تلعب 3-5-2 يعني التلاتة في خط الظهر ده فرق كتيرة جدا جدا بتلعبها خاصة في الدور الإيطالي المنتخبات بتلعبها بشكل كبير أنا شايف إن بتدي اتزان على المستوى الهجومي والدفاع يعني وإنت بتلعب بتلاتة وراء وإنت معاك الكورة عندك كسافة عددية كبيرة جدا بزبطة ممكن واحد من المستاكين بيزيد كباك رايت ويعمل زيادة العددية حتى لو ما زادش يعني أنت بتتكلم لا حتى ما فيش واحد من المستاكين زاد إنت عندك تلاتة وراء وعندك سبعة في الحالة الهجومية بزبطة وفيه كاونتر أتاك فرقة بتعملها بشكل كويس ممكن يكون عندك مشكلة لكن إنت لو عندك ارتداد سريع جدا لا خلاص إنت بترجع بتبقى حتى في الخط الدفاع ما بتبقاش ثلاثة خمسة لأن الباكين بيرجعوا فبتبقى خمسة في خط النص يبقى خمسة أربعة واحد فدي طريقة متزنة عايزة تدريب كتير قوي لكن على مستوى الخطط في مراحل أربعة اتنين ثلاثة واحد خادت فترة طويلة فرنسا كمان كابتب تلعب ثلاثة فرنسا كمان كابتب تلعب ثلاثة فرنسا كمان كابتب تلعب ثلاثة ودي كانت أصلا يعني هي كانت دائما المنتخب الوحيد يعني مش المنتخب الوحيد ممكن هي وفرقتين كمان كانوا في الكاس عام 2018 هي اللعبتها وفرنسا مع دي شامب كان بتعتمد على الكمباكت بشكل كبير جدا أول ما كرة تقطع إلعب كرة لإمبابي إمبابي أو جريزمان واستغلال السرعات الرهيبة وهم كل ماتشاتهم يعني حتى ماتش أرجنتين لما كسبوه كلها كانت كونتر أتاكس كان بيجد كان إمبابي كان سريع جدا وجريزمان كان في البيك بتاعه كان في أقصى مستوى ليه قبل ما يروح البرسا وما كان لسه في أتلاتك ومدريد فالجلترا كانت مرعبة بس فرنسا كانت مرعبة الفرود بتاعهم كان جيرو ولسه الغاية دلوقتي وما زال جيرو دلوقتي طبعا في غياب كريم بن زيمة جيرو مع المنتخب الفرنسي كراس حربع لسه كلامنا متواصل وعندنا مباراة كبيرة جدا على سبيل المثال بعد الفاصل نتكلم على المنتخب البرتغالي دلوق رونالدو مع منتخب البرتغال سواء في هذه المباراة أمام التشيك اللي فاس فيها البرتغال بنتيجة كبيرة كل ده بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية محمود بنتكلم على منتخب البرتغال أمام المنتخب التشيكي والفوز أربعة سفر ودايما اللي مجيب سيرة المنتخب البرتغالي كريستيان رونالدو كريستيان رونالدو اللي يمكن يمكن نال إعجاب كتير من الناس على مستوى طبعا البرتغاليين حتى على مستوى الناس كلها بعد إصابته وخروجه من المباراة إصابته في المباراة والصورة اللي نزلت أنه الراجل في سن 37 سنة ولسه عنده إصرار كبير جدا جدا لخدمة منتخب وبشكل أكتر من رائع لسه عنده إصرار واضح جدا أنه عنده أهداف مع المنتخب البرتغالي يعني عنده لسه شغف وعنده لسه أهداف عايزة حقاها مع المنتخب البرتغالي كريستيان رونالدو هو أسطورة القرن البدنية في الكرة بالنسبة لي يعني فيه كلام كتير من أحسن لعيب في القرن ميسي ولا بلي ولا ماردونا ولا كريستيان وأنا بشوف أنه أعظم لعيب بدنيا جيه في تاريخ الكرة لعيب بيخلق لنفسه دوافع مش طبيعية مع أنه هو حقق كل حاجة في الدنيا وعمل كل الأرقام اللي في الدنيا كفاة كبت أنه أكتر لعيب جابي جوان في تاريخ الكرة يعني أكتر لعيب جابي جوان في تاريخ المنتخبات ولسه حصل على اللقب دي والجايزة كانت من أسبوع هو لعيب بيقدر يخلق لنفسه دوافع لعيب عنده 37 أو قرب على 38 سنة أن الرجل يخش يلعب دوري الإنجليزي ويبقى بينافس في الدوري الإنجليزي والسنة اللي فاتت رغم أنه مانشستر رينايتد كان في أسوأ حواله الرجل هو هدف الفرقة بـ 12 جن أو 14 جن مش متذكر بالزبط وهو هدف الفرقة برغم كل الظروف دي فكريستيان ورونالدو مع المنتخب البرتغالي بالذات حاجة تانية خالص ويمكن كلنا نفتكر طبعا الصورة أو الطريقة اللي كان بيشجع بيها في الفاينال الشهير لما تصاب وتلع بره كان هو كأنه بالزبط هو بقف معنا كابتن والله أنا بشوف دايما أن اللعيب اللي بيلعب بقلبه وبيلعب بالحماس ده عشان خاطر تيشرت منتخب بلده بتفرق معاه بشكل كبير جدا بتفرق إجامة جدا والصورة اللي قدامنا دي طبعا صعبة صعبة جدا دم كتير نزل أصلا وخلي بالك دي برضو رسائل بنوصلها لولادنا ولعبتنا في المنتخب آه كلنا بنلعب منتخب لكن دايما كريستانو بيقدم رسائل حتى بره الكورة كده أنك منتخب بلدك ده مهما وصلت ومهما عملت هو أعلى منصب يبقى منتخب شرف لأي لعيب كريستانو رونالدو عنده وضع عنده أهداف مع المنتخب البرتغالي وأنا يمكن في الإنترو قلت ساعات المنتخب والنادي بيكون علاقة مشترقة يعني ساعات اللعيبة الدولية وأسماء كبيرة ممكن يكون متعسر شوية في النادي فلما يروح المنتخب بيبذل أقصى جهد حتى يرجع الثقة نفسه ويرجع الثقة في عملية تهديف حتى لو مدافع يظهر بشكل كويس هل انت شايف دي المرحلة اللي ممكن من أهداف كريستانو رونالدو تعسر شوية مع المان يونايتد مشاكل مع تنهاج مشاكل مع الصحافة لما بيروح المنتخب البرتغالي بنشوف رونالدو مختلف السنة اللي فاتت كان كريستانو رونالدو بيمر بفترة مش كويسة مع منشوف رونالدو راح في توقف دولي بعدها بزبط بعشرة أيام راح توقف دولي مع المنتخب بورتغال جاب هاتريك في ماتشم الماتشين رجع يا كابتن يعني قصر الدنيا في الدوري الإنجليزي هو بيفرق معاه بشكل كبير جدا وجوده في المنتخب لأنه هو ده شغفه وهو ده دلوقتي يا كابتن هو الهدف الوحيد اللي لم يحصل عليه كريستانو رونالدو في الكورة هو خد كل حاجة في الدنيا يعني خد شامبيز ديجو وخد دوري أسباني ودوري إنجليزي وخد أحسن العيف في العالم وخد كرة دباية وحسن العيف في أوروبا هدف التاريخي للكورة خد أمم أوروبا الحاجة الوحيدة التي لم يحصل عليها هي كاس العالم ممكن نقول طب أصل هو بيتظلم شوية عشان منتخب البرتغال ما بيبقاش قوي زي مثلا لما كانوا بيقرنوا بمسي لا منتخب أرشاني لأ أنا شايف أن منتخب البرتغالي لسه هقول لك منتخب البرتغالي بالعناصر دي تاني نقطة هسألك في أنت دايما بتقول إن في متطلبات للبطل البطل عنده مواصفات رغم وجود الكتيبة الأكتر من رائعة سواء على مستوى الأساسي أو الاحتياطي من منتخب البرتغالي بيضم نجوم كبار جدا 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 هل خبرات الفوز بالبطولة ممكن هي تكون العائق أمام المتخب البرتغالي للوصول حتى للمبرارة النهائية هو كابتا ممكن يزودهم يعني هو هو بروحه وبعزمته وبالطريقة اللي هو بيلمي بيها قدت اللبسه بيكلم بيها ويحترام اللعيبة ليه إن هو كليجند اللعيبة بتسمع كلامه واللعيبة بتتأثر باللي هو بيعمله ولكن منتخب برتغال فعلا قوي جدا بنتكلم يا كابتن يعني بنتكلم في كانسيلو بنتكلم في بريرا بنتكلم في برناردو سيلفا بنتكلم لياو مكسر الدنيا في إيطاليا بلياو مكسر وكلها من مبارات المبارح بنتكلم في كريسيان رونالدو بنتكلم في برونو فرناندس دياس على مستوى الدفاع لا دياس برضو من أحسن مدافعين في أوروبا بنتكلم على برضو أخوه فليكس يعني برضو كان مصاب مش موجود بقاله فترة لا منتخب كبير واعتقد إن دي ممكن تكون أقوى نسخة لبرتغال يمكن أقوى من نسخة برتغال اللي خدت اليورو 2016 أنا شايف إن هي أقوى منها وممكن تروح بعيد ويعني بنفس الحال برضو هنخرج بره مضوح شوية الأرجنتين يعني أنا عشان دي آخر كاس عالم لماسي ولكريسيان رونالدو الفريتين دلوقت يا كابتن هاني كويسين وأعتقد إن الأرجنتين وبرتغال ممكن يروحوا بعيد أتمنى أن نهاية الأرجنتين وبرتغال هيبقى نهاية قارن فعلا طيب تكلم على الأرجنتين البرتغال قبل كده تكلمت على ألمانيا دايما موجودة في المربع الزهبي برازيل لازم تكون موجودة لكن كمان على مستوى أسبانيا المنتخب الأسباني كمان وعلى فكرة يعني بكرة في مباراة كبيرة جدا جدا ما بين منتخب البرتغالي والمنتخب الأسباني قبل ما نكلم عن المباراة ديت يمكن على فكرة المنتخب الأسباني بواجه طبعا بكرة مباراة كبيرة أمام المنتخب البرتغالي المنتخب الأسباني عنده عقدة عمرها 19 سنة 19 سنة عمره مفاز على المنتخب البرتغالي على أرضه فدي عقدة كبيرة جدا جدا ومنتخب الأسباني عنده عناصر جيدة جدا جدا على زي ما بقول لحضراتكم آخر انتصار حقوق منتخب أسبانيا يعني على المنتخب البرتغالي كان في 6 ستمبر 2003 كان فيه مباراة ودية بيلعب الفونسو هنريكس في مدينة طبعا جمريش دي بعيدة شوية عن براجا ب16 كيلو كانت نتيجة 3 صف المنتخب الأسباني ما تمكنش عمره من التغلب على المنتخب البرتغالي من ساعة مباراة في دور الثمانية في مونديال جنوب أفريقيا 2010 فده كان في دور ثمن النهائي وكانت مفازة أسبانيا على البرتغال 1-0 فمباراة شكلها فيه عقدة للمنتخب الأسباني وده يخذني مباراة مرتقبة مباراة كبيرة بكرة المنتخب الأسباني كمان انت تضمه من دمن المنتخبات المرشحة للأدوار النهائية في كاس العالم منتخب الأسباني طبعا يبقى اسم كبير ويبقى المنتخب الأسباني صاحب كاس عالم 2010 وصاحب الدور الأسباني القوي ولكن أنا شايف أن لويس إنريكي ما حققش من نجاحات كتيرة قوي مع المنتخب الأسباني عنده مشاكل كتيرة لعيبة كتيرة طبعا في التنقل ما بين ريال مادريد وبرشونة أنه طبعا فيه تغيير جلد كبير جدا في برشونة ونفس الكلام برضو في ريال مادريد أنهما بيحاولوا ينزل بالأعمار ومعظم اللعيبة بتكون أجنبية مش لعيبة أسبان بنشوفنا مباراة أول مبارح بنشوف أن بادري لعيبي الصغير في السن بتاع برشونة بيلعب ونشوف جافي برضو بيلعب فأسبانيا منتخب كويس ولكن أعتقد أن بورتغال أتقل بشكل كبير جدا وأعتقد أن بورتغال هتكسب وخد ركب من المصعب المباراة يخلي المباراة صعبة أن اللي هيكسب فيهم هو اللي هيتأهل للدور نص النهائي مع الناس اللي ليها في يعني الاستاتيك شوية أن الفرقة دي مثلا بقالها يعني لعبه مثلا 30 مباراة المنتخب البرتغالي كسب خمسة بس أو المنتخب الأسباني ولا أنت شايف أن المباراة بتختلف الظروف بتختلف اللعيبة بتختلف ولا ده بيدي كمان شوية ثقة للفرقة اللي بمجو سين كده كعب العالي أنت يعني بتصدق في كلمة الكعب العالي بصراحة الحاجات دي إحنا إحنا يعني كهينة في مصر أو في أفريقيا إحنا يعني كابل العالي دي ما سمعتاش بنا نعتمدها ده ده من يقولك كعبين عالي على السنغيل نغرب كعباء عالي علينا والكلام ده حداك عارفوا فلا أنا أعتقد أنهما الناس دي بتفكرش بالطريقة دي خالص هي ممكن تكون الناس بتتكلم عنها ولكن بورتغال على الأرض الملعب هي أقوى بكتير من أسبانيا البرتغال يا كابتن أعتقد أن كريستيانو رونالدو بقيادته للمجموعة دي هتفرق بشكل كبير جدا مع أسبانيا سواء فيه أعتقد أنهما هيكسبوا أسبانيا ويروحوا السيمي فاينال في الدوري الأمة الأوروبية دي وأعتقد أن بورتغال برضو هتروح بعيد لكاس العالم ولويسن ريك لازم يبدأ يغير أو يبدأ يتدخل شغية في طريقة اللعب اللي بتلعب بها أسبانيا قبل كاس العالم لأن زي ما قلت عليك خلاص ما فضلش حاجة أن حد ممكن يلحق يجرب فيها حاجة فلو في نتائج وحشة دلوقتي لأ مفروض النتائج دي ما تبقاش بالسوق ده لأن خلاص كاس العالم فضل عليه شهر ونص طيب تعال أنا وأنت وأستاذ المشاهدين نشوف الفرق الكبيرة الأربع مجموعات يعني بتضم الفرق الكبيرة نشوف ترتيب الأربع مجموعات معاك ونتعلق لي سريعا طبعا المجموعة إيه؟ الفريق قرواتيا بيتصدر بـ 13 الدينمارك في المركز الثاني 12 فرنسا في المركز الثالث بخمس نقاط والنمسا في المركز الرابع هل ترتيب يعني يعني اللوجيك طبعا البرتغال في المركز الأول أسبانيا سويسرا في المركز سويسرا كمان تعمل مباراة أكتر من رائعة ده حقيق مين بي مراد ياكيب بيعمل شغل أكتر من رائعة والشيك في المركز الأخير نشوف المجموعة الثالثة دي الـ A3 المجر طبعا مفاجئة المجموعة بتتصدر على حساب إيطاليا وألمانيا وإنجلترا لكن تتخيل المنتخب الإنجليزي يحصد نقطتين المنتخب الإيطالي في المركز الثاني بـ 8 ألمانيا في المركز الثالث بـ 6 نقاط نشوف المجموعة اللي بعدها المنتخب الولندي بيتصدر وتأهل رسميا بلجيكا في المركز الثاني بـ 10 نقاط هو بولندا في المركز الثالث بـ 7 نقاط ويلز في المركز الأخير بنقطة وحيدة زي ما بقولك المنتخبات الكبيرة في بعض المشاكل خاصة على مستوى منتخب إنجلترا على مستوى منتخب فرنسا كمان فرنسا زي ما بقولك ديشامب برضو عليه علامات استفهام كثيرة جدا جدا برضو من الناس أعتقد المدربين لو حصل إخفاق في كاس العالم زين الدين زيدان بيسخم بالتراك منتظر طيب نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل في المحترف أهلا بحضراتكم في آخر فقراتنا النهاردة في المحترف وفقرة اسمها سورة وتعليق يعني عندنا سورة ومن خلال السورة بنسأل ضفنا النهاردة طبعا النقد ريادي محمود شاكر عشان يقول لنا تعليق أو وجهة نظره إيه في هذه الصورة جاهز؟ يلا بينا طيب نبدأ بالسورة الأولى مالديني مالديني عايز أقول لك أن مالديني في تعليق أو في تصريح لي أنه بيتكلم على الاستثمار الرياضي بيتكلم أنه هو ما بينكسين كده أنه إحنا الميزانية آخر نادي في الدوري الإنجليزي أكبر من ميزانيتنا متزايل ترتيب الدوري الإنجليزي ولكن نحن عندنا التاريخ في صالحنا واتكلم عن بعض الصفقات اللي كان الميلان في صدد يعني الوصول إليها ولكن منعهم السقف الاقتصادي أو السقف المالي للميلان فعايز أعرف رأيك في الجزئية دي عايز أعرف رأيك خلاص هل الأندية ذات التاريخ الكبير اللي ممكن جدا تعاني من الأموال أو ضخ الأموال ممكن جدا إنها خلاص تنحضر أم أنت مع مقولة طبعا مالديني إن هما لست عندهم التاريخ وعندهم العراق وعندهم القدرة للعودة طبعا الميلان أو البيج ميلان هو أكتر نادي بعد رأي المدريد حسونة على الألقاب الدوري الإيطالي أو الفرق الإيطالية الكبيرة عموما بقالها فترة كبيرة أوها كابتن هاني بعيدة عن المنافسة الأوروبية ميلان ممكن يقدر يكسب دوري الإيطالي بس ما يقدرش يكسب نفس الكلام للإنتر نفس الكلام لنابولي نفس الكلام لأي فريق حتى اليوفي نفسه حتى كما في البيج بتاعه وما كانش بيقدر أنه ياخد وده بسبب فعلا زي ما هو بيقول الاستثمار هذه أو الفلوس كابتن هاني السنة دي أكتر عشر فرق عملة ترانسفيرز ودفع فلوس منهم تمام فرق إنجليز طبيعا نوتنجهام فورست أكتر ثالث فريق في إنجلترا عامل صفقات وجايب فلوس وعمل فلوس يعني عاوزين نقول أن الفرق اللي في إنجلترا بتطلع من شامبينشيب بتطلع لي الدوري مبتاز بتاخد حوالي أكتر من 120 مليون غير دوت عايز أقول لك على الاستثمار بالنسبة للأجانب يعني مالك مالك هذا النادي هو أعتقد يوناني ملياردين يوناني عندك يعني فيه شكل معين للاستثمار بدأ يخش في الدوري الإنجليزي مستثمرين الأجانب اللي خارج الدولة هم اللي بيستثمروا بشكل كبير هل ده من خلال تصرحات مالديني قال إحنا كمان بنتصرف على قد الميزانية بتاعتنا ما نقدرش نتجاوز هذه الميزانية في الجانب الآخر فيه ارتفاع كبير جدا في المرتبات فهو بيقول لك لازم كمان إحنا نستغل اسمنا وإن إحنا نزود مواردنا بشكل كبير هو قصده يعني يا كابتن اللي الآن أنا هعرض على اللعيب هعرض عليه مثلا 150 ألف في استرليني في الأسبوع وأنا الميلا ممكن نعرض عليه 100 ألف استرليني في الأسبوع فهو عاوز اللعيب يعني يروح للتاريخ بدل مثلا ما يروح فريق في منتصف الجدول في الدوري الإنجليزي فريق مثلا على سبيل المسأل مثلا ليستر سيتي ولا روح الميلان طبعا روح الميلان ولكن ليستر سيتي ممكن يتفعلي أكتر بسبب الدوري الإنجليزي كل رجال الأعمال الكبار حتى هيئة الاستثمار السعودي لما داخل تشترت نيو كاسل وبرضو الاتحاد الاتحاد إيرويز لما داخلوا برضو ياخدوا منشستر سيتي ومنشستر نفس الكلام فيه ناس كتير عاوزة تشتري حتى برضو طب تعالى أنا وانت برضو شيف يعني في إطار في سياق كلامك نشوف فيديو جراف صغير كده على أكتر البطولات الأوروبية أو الدوريات الأوروبية للملاك الأجانب اللي خارج الدولة ترجمة نانسي قنقر طبعا الأرقام واضحة جدا 75% من الأندية أو في البريمير ليجي كلهم مستثمرين خارج الدولة الفلوس يا كابتن بتتكلم دوري الإنجليزي أكتر دوري بيتباع أكتر دوري بس الفضائي بيجيب منه فلوس أكتر دوري الاتحاد الإنجليزي وربطة الأداءة الإنجليزية بالضخ في الووس للأندية هو أكتر دوري في العالم برضو الفريق اللي بيطلع من الشامبينشيب يطلع ممتاز بدوله أرقام كبيرة أكتر من الفريق اللي بياخد الدوري الإنجليزي أكتر فرق في العالم بتدي مرتبات هي برضو فرق الدوري الإنجليزي فهو خلاص بقى المحفل أو بقى الملتقة اللعيبة كلها حلم أي لعيب كورة في العالم دلوقتي هو الدوري الإنجليزي سواء على الناحية الجمهورية أو على الناحية المادية وده كابتل بنشوفه حتى كمان أنا بشوف الدوري الإنجليزي هو أكتر دوري فيه تنفسية آه ممكن Manchester City بيكسب الدوري آخر السنين مثلا أخذ أربعة دوري من خمسة دوري أو ثلاثة دوري من أربعة دوري ولكن فيه تنفسية فيه دربيات كتيرة جدا المدن كلها جنبه بعض فيه فلوس كتير محمود زي ما أنت عارف في آخر جولة ممكن يتحسم نقطة وعلى نروح للصورة التانية صبعا ميسي الأسطورة وكلامه عن إمبابيه هو بيتكلم على إمبابيه أنه هو وحش كاسر بيدعم إمبابيه من خلال يعني تقلقه الواضح جدا مع باريسان جرمان ومع المنتخب الفرنسي وبيقول أن إمبابيه بيشكل المشكلة كبيرة جدا جدا لأي مدافع في العالم سرعاته رهيبة وبيأدي بشكل أكثر من رعشي في تعليق نجم كبير ووسطورة كبيرة قمة ثقة في النفس يا كابتن طبعا قمة ثقة في النفس هو بيشوف نفسه حاجة والناس كلها أو لعبة الكرة كلها حاجة تانية فده قمة الثقة في النفس من ليو ميسي طبعا أنه هو يقول كلام زي ده أمبابيه ولو أن أنا مستغرب شوية لأن طبعا كان فيه كلام كتير أن فيه مشاكل في قط اللبس وضربات الجزاء ولما مبابيه خبط ميسي قبل كده في الكرة لنماركة أنا عاوز يشوت منها ضربة الجزاء ولكن أعتقد أن ده قمة ثقة في النفس من ليو ميسي وأعتقد يا كابتن أني ميسي خلاص خلاص بيفنش فهو خلاص ما بقاش يخش الصراعات يعني أنا حاس أنه حتى كمان رايح باريس الجرمان يعني ينبسط أو يتفسح خلاص التركيز اللي كان فيه لما كان في برشلونة والضغط اللي كان بيبقى عليه خلاص يعني هو حتى دلوقتي لو مثلا باريس الجرمان طلع السنفات من الشامبيونز ليج أحد يشيرها معا عليه قوي لأن فيه نجوم كتير معافل فرقة ممكن يترمي عليها الضغط طيب نروح للصورة الثالثة فاتي فاتي طبعا فاتي لعيب مميز جدا فيه تصريحات كتيرة حاول طبعا نرددها ميسي ونمار من ناحية وفاتي زي ما بتقول تكرار الإصابة بشكل كبير حالته البدنية عليه على ما تستفهم كتير يعني أنت شايف فاتي مستقبله ازاي مع البرصة خلال الفترة اللي جاي هو لعيب شبه شوية عثمان دنبلي في أول طلعته كان لعيب برومسن جدا ويجي منه كتير جدا وأول ما طلع والناس قلت لك ده ممكن يكون خليفة ميسي وممكن يزوء في برشلونة والعيب صغر عنده كان ساعتها 17 سنة ونزل كان كل ما بينزل بيعمل إضافة ولكن إن حد يقول على حد خليفة حد أو خليفة حد زي ميسيا أو كريستانو هي قصة كلها مش قصة مهارة فقط ولا قصة إحراز أهداف فقط هي قصة استمرارية وكونسستنسي في كل حاجة صحيح في تمرين كويس في أكل كويس في نوم كويس في اهتمام بدني في اهتمام ذهني في كل الكلام ده كله ففاتي عامل زي عثمان دنبلي عثمان دنبلي ديوقتي ماشي كويس بعد ما جدد ما عرفش أول ما جدد ما بقاش يجي له إصابات ولكن فاتي إصاباته كتيرة جدا وأنا بشوف أن اللعيب الإصاباته كتيرة بتعطله أوي يا كابتن يعني خصوصا أن هو لعيب صغير ومفروض العضل لسه فريش ولكن بدي بقى مشكلة في التأسيس أو مشكلة بتبقى في الجينات نفسها للعيب الكورى يعني أكيد مش ربي في برشلونة أكيد بيتمرن كويس وبيأكل كويس وبنام كويس ولكن ممكن تكون مشكلة في الجينات بس هو لعيب على المستوى المهاري لعيب جامد جدا ويقدر يعمل الإضافة في أي حتة أنا بشوفه هو وعثمان ديمبلين بالعافة في برشلونة هم يرقصوا ويعدوا من أي حد ويعمل لك لمحة في أي وقت المستوى الفني لا غبار عليه يمكن المستوى البدني اللي ممكن يكون كان قالق شابت شوية من قصرة الإصابات ولكن أنت فاكر يعني كانوا بيقولوا أنه هو خليفة ميسي كمان في برشلونة ولكن خلينا نتكلم على الصورة اللي جاية لأنه مهم جدا جدا الصورة اللي جاية ونتكلم على مدير فني طبعا لفريق كبير بحجم بي ات جي وكيفية التعامل مع اللعيب الكبار يعني وجلتها بيتكلم أنه هو زي ما أنت شايف صورة فيها نيمار مبابيه وبتكلم على ميسي غير النجوم الكبار التانيين هو اتسأل أنت بتتعامل زي مع النجوم دول يعني بلغة الكرة كده أنت يعني بتقول لي ميسي تحرك إزاي أو روح فين أو يعمل إيه فهو الراجل يتكلم بكل هدوه وقال أنا بتعامل بطبيعتي مع النجوم وبتعامل معهم مش النواحي اللي يعني التكتيكية خلاص يعني مش هقول ميسي يعمليه ولكن خلق الدوافع وتهيئة الجو العام في غرفة الملابس هي اللي بتخليني أسيطر على هؤلاء النجوم السيطرة على النجوم الكبار لما يكون عندك فرقة فيها نجوم كبار بتحتاج لمدير فني عنده شخصية مميزة لترويد النجوم دول بشكل أو بأخر طبعا يا كابتن لما يبقى عندي في قط اللبس سيرجي راموس ودوناروما وميسي ومبابي ونيمار وكان عندي قبل كده دمارية موضوع صعب جدا 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 أن أنا أقدر أن أنا أوفق المجال اللي الناس كلها نيه كله يبقى جاي مبسوط ومتمرن كويس وأخد منه أقصى ما عند اللعين فموضوع صعب جدا والأهم من الكورة والأهم من مهارة يا كابتن ياني طبعا قطت اللبس سيطرت على قط اللبس هتأمل كل حاجة وتقدر تأتي تجيب كل حاجة بوكتينيو سنة لفاتت لما كان ميسي يغيره كان ميسي يطلع ومتدايق وما يبصلوش ويلوي ويوشو وعشان ميسي ونفس الكلام برضو كان فيه لما كان نيمار بيتغير كان بيحصل نفس الكلام كنت بحس أن ما فيش سيطرة على قط اللبس بتاعت البي اس جي وكنت بقول دايما أن الوحيد اللي يقدر يجي يسيطر على قطة اللبس ببي اس جي هو زيني دينزيدان لعيب كبير لعيب عمل كل حاجة في الكورة واحد من أفضل أساطير الكوروية فأنا حتى لو أنا أمبابي وحتى لو أنا ميسي أضطر أن أنا أحترمه ولكن أنا بشوف أن المشكلة برضو في باريس سنجيرمان الحتة اللي ادوها شوية لنيمار سوريا عفوا لأمبابي لما كل الدنيا كان بتحال عليها عشان أنه يجدد رئيس البلد نفسه وناصر الخليف فيه والناس كلها كانت بالدرجة أنه اشترط اشتراطات معاناة في اختيار المدربين واختيار اللاعبين صحيح بس ده ناجح كمان لشخصية الموديل الفني يعني عنده لاعب بحجم مبابي بالعقد اللي اتنشر بالمميزات والامتيازات الكثيرة جدا وما زال يحتفظ به الهدوء في الدريسنج روم ده شيء يحسب واضح جدا أنه شخصية قوية جدا يعني المدير الفني القوي ذو الشخصية القوية يقدر يسيطر على أي نجاح بعد ذلك ابتاني أنا أكيد كنت مدربة وبتمرن موضوع أن أنت بيبقى فيه أسامي كبيرة في قطة الليبس ليها تعامل خاصة؟ مش تعامل خاصة أنت بتتكلم كيفية التعامل مع اللعيب يعني ممكن جدا تعمله بطريقة خاصة ولكن مردية لباقي الأطراف يعني ما بتجيش بيعش فيه تمييز لا التمييز ممنوع تمييز ممنوع أو تديله أكتر من حقه برضو ممنوع لكن بيكون واللعيبة تتفاهم دوت يعني أنا في قطة اللبس فيه نجم كبير قوي مثلا كلوزة مثلا على سبيل المثال ما أنه كان أصغر مني يعني يعني فيه حاجات كده ممكن تكون مقبولة ولكن بدون مجاملة يعني محمود بنشكرك شكرا لنورتنا كالعادة شكرا شكرا جزيلا لك محمود الشكر موصول لحضراتك ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة الخميس اللي جاي إن شاء الله حلقة جديدة ويوم جديد من المحترف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة